أشواطع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز الخبر من قلب الحدث أشواطي مستدائية في مدينة جديدة بسبب الحلقة الأخيرة اللي انشرنا في طبيعة الحلقة الخامسة من الموسم الثالث من برنامجاً كما يدعون بتهمة السب والقدف في هذه الحلقة ونحن لم نعلم نعلم سكرية ونقض الكريتيك وهو كسياسي لا تقبل هذا النقض الكريتيك يمكن أن يفيده في جميع الدول الديمقراطية الكبرى الحمد لله بما وعدنا دستور جديد رأى حرية تعبير في إطار الاحترام المنصوص على كل مواطن هذا الشيء نحن متوقعين وبطبيعة الحال سيغطون بها الحملة الأخيرة التي كانت وقعت لنا وليفشلات الحملة الأخيرة هذه حملة أخرى في شخص الأمي العام في الحزب الأصارة والمعاصرة والذي بطبيعة الحال سنتصروا فيها إن شاء الله رحمن الرحيم بصوت الشعب وإن شاء الله كنت أدروا كما قلنا التعبئة لكم حيث هذا كيف ممسنا أرى غيمسكم مستقبلا وغيمس الصحافة المغربية فلا قدر الله لو أن هذا السيد هذا اللي كان مرشح أنه يكون رئيس الحكومة بهذا الفكر القمعي الدكتاتوري ينجح يعني كيفش غير يتعامل معنا كشعب الشعب اللي يبغي يحكمه ما بغاش يعطيه الرأي دياله ما بغاش يعطيه النقد دياله فالأمور غاد يتكون صعيبة والحمد لله ما كنقولش بأنه نجح هذا ولا هذا نحن لا ننتمي لأي حزب ولا لأي جهة ولا لأي جماعة ولا لأي قنت كيف ما بغي يكون نحن كنتميه لصوت الشعب كنظروا ربما برأينا و بصوتنا و كنقولوا ربما صوتنا كيمتتل صوت بزاف ديالناس فلا طالما هدرنا على مظاليم و هدرنا على الناس اللي ما كان عرفوهمش بقوة و حزم فما بالوك القضية منك تكون قضيتنا و قضية سر أي عام و قضية مسألة ديال حرية التعبير فغنكونوا بنفس الحزم و بنفس المقاومة ان شاء الله فهذه القضية و كانتمنى وانكم تكونوا معنا على القر السوم مني غاي يكونوا معلومات وطابعة الحال ما نوعا فيكم بها و شكرا على اللم ديال الصحافة المغربية اللي انتقامن بحرية التعبير فيا ب别 ظاف ديال صحافة المغربية منو طابعة الحالي صحافة أشواق يعني اللي كتتاiley كتابع القاضية من الأول و ان شاء الله مني غاي يكونوا معلومت اخرى فنا نوعا فيوكم بها و كانتمنى انه شعب المغربي كامل يتعبئ في هذه القضية ديال حرية التعبير بالاخص ما يسدوش من الفهم منها كان معاكم سكيزوفرين أرضوان أسرموا سلام عليكم